بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طالبات وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامج الفيزياء النهاردة هنبدأ الفصل الرابع دوائر الطيار المتردد درسنا في الدينامو إنه يمكن الحصول على طيار متردد من الدينامو البسيط دينامو الطيار المتردد والدوائر متردد عرفنا إنه تتغير شدته كل ربع دورة واتجاهه كل نص دورة دوائر الدوائر متردد عندنا ستة الدائرة الأولينية مقاومة أومية ومصدر متردد الدائرة الثانية ملف ومصدر متردد التالتة مكسف ومصدر متردد الرابع بناخد اتنين مع بعض مقاومة وملف مع مصدر متردد الخامسة مقاومة ومكسف مع مصدر طيار متردد الدائرة الستة بناخد كله مع بعضه مصدر متردد مقاومة أومية ملف حس مكسف وتطبيقاتها الدائرة المهتزة ودائرة الرنين تعالوا نشوف ايه هو الطيار المتردد في دوائر الطيار المتردد هنبدأ بايه هو الطيار المتردد زي ما انت شايف قدامك ده دينامو بسيط بوصل طرفي الملف بحلقاتين معدنيتين لما بيدور الملف زي ما انت شايف ايه بيحصل الطيار تتغير شدته واتجاهه شدته كل ربع دورة واتجاهه كل نص دور وتردد الطيار هو عدد الزبزبات الكاملة التي يحدثها الطيار المتردد في الثانية او عدد الدورات التي يحدثها ملف الدينامو في الثانية زي ما شفنا تتغير شدته من السفر الى نهاية عظمة ده فربع دورة الاول ثم تهبط الى السفر مرة اخرى خلال نصف الدورة الاول ثم ينعكس اتجاه الطيار وتزداد شدته من السفر الى نهاية عظمة ثم تنعدم يعني تقل الى السفر خلال نصف الدورة الثانية وهذا هو تعريف الطيار المتردد ممكن نقول يمثل الطيار المتردد بيانيا بمنحنة جيبي ما انتعارف لو رجعت القانون الدينامو اي بتساوي اي ماكسمام ساين سيتا بمثل من منحنة جيبي لان اي تتغير بتغير جيب الزاوية شدة الطيار اي وكذلك الامف القوة الدفعة الكهربية اللي هي في تتغير قيمتها واتجاهها تبعا للعلاقاتين بتاعة اي و في في بتساوي في ماكسمام ساين سيتا افتكر معايا قوانين الدينامو كذلك اي تساوي اي ماكسمام ساين سيتا زي ما احنا شايفين اللي احنا شفناه ممكن نشوفه قدامنا بالمنحنة بين اي و بين تي اي بالانبير و تي الزمن بالثانية ده خلال دورة كاملة بتتغير الشدة من سفر الى نهاية عظمى عند تسعين درجة ثم تهبط من القيمة العظمى الى السفر عند مية وتمانين ثم يغير الطيار اتجاهه و كذلك اي ام اف من سفر الى نهاية عظمى خلال ثلاثة اربع دورة ثم تعود الى سفر خلال دورة كاملة زبزبة كاملة او دورة كاملة يعني تلتمية وستين درجة اذا تعالوا نستنتك تعريف للطيار المتردد زي ما قلنا الطيار المتردد هو طيار تتغير شدته دوريا منين لما يكون عمود يبدأ من السفر ثم الى نهاية عظمى ثم يعود الى السفر ده في نص الدورة الاول طيب بعد كده بيحصل ايه يعني عكس اتجاهه وتزداد شدته الى نهاية عظمى ثم يعود مرة اخرى للسفر خلال نص الدورة التاني يعني ده خلال كل دورة واللي احنا قلنا ده بيتكرر كل دورة يعني بانتظام وبنظام دوري سابت ما هو تردد الطيار بنديله الرمز فريكوانسي اف عدد الزبزبات الكاملة التي يصنع الطيار المتردد في الثانية الواحدة واحد يسألني بيقول لي ممكن نجيبها من الملف اهو هنقول عدد الدورات الكاملة اللي بيعملها الملف في زمن قدره واحد ثانية بيختلف تردد الطيار باختلاف الدول فتردد الطيار المستخدم في مصر خمسين هرتز نشوف سؤال ما معنى قولنا ان تردد الطيار هو خمسين هرتز يلا نجاوب مع بعض التردد ايه هو ايوه هنبدأ ونقول ان عدد الدورات او الزبزبات الكاملة التي يحدثها الطيار المتردد في الثانية الواحدة يساوي كم دورة خمسين دورة او خمسين زبزبة ما هو الزمن الدوري للطيار المتردد لما الملف يعمل دورة كاملة لها زمن دوري يبقى الزمن الذي يستغرقه التردد المتردد في عمل يقيم زبزبة كاملة او الملف في عمل دورة كاملة واحدة لاحظ عزيز الطالب ان الزمن الدوري تي مقلوب التردد واحد على اف وحاصل ضرب تي في اف هيساوي ايه تمام كده هيساوي واحد الزمن الدوري مقلوب التردد او التردد مقلوب الزمن الدوري ما هي خصائص الطيار المتردد عن الطيار المستمر الطيار المتردد اقدر ارفع او اخفض جهده يعني القوة الدفعة الكهربية حسب الحاجة طب ما احنا خدناها في الفصل التالت باستخدام ايه المحاولات عند محطة التوليد من استخدام محاول رفع للجهد وعند اماكن لاستهلاك محاول خافض للجهد الجهد بتاع البيت ده طيار متردد وبالتالي يمكن نقل الطاقة الكهربية المترددة لمسافات بعيدة من مصدر التوليد يعني المحطة الى اماكن التوزيع والاستهلاك البيت والمدرسة والمصنع عبر اسلاك دون فقد كبير نسبيا في الطاقة الكهربية لان احنا بنرفع الجهد عند محطة التوليد الكهرباء بعد رفع جهدها باستخدام المحاول عند المحطة يمكن تحويل الطيار المتردد لطيار مستمر طب ما انت شفت عشان نحول الطيار المتردد الى طيار مستمر عملنا ايه في الدينامو بدلنا الحلقتين المعدنيتين بنصفاي لاستوانا يصلح الطيار المتردد في بعض العمليات ما احنا بنستخدمه في البيت اضاءة تسخين ولكنه لا يصلح في عمليات اخرى زي التحليل الكهرباء دي محتاجة طيار مستمر والطلاق بالكهرباء لازم نستخدم هنا طيار مستمر عشان يبقى عندي كسود وانود الطيار الطيار هل هو بيعتمد 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 سبات شدة الطيار وبالتالي سبات المجال المغناطيس الناشئ عن مرور الطيار الكهرب المستمر يعني بيبقى عزم اللي ازدواج له اتجاه واحد لما استخدم طيار مستمر ولكن الاميتر الحراري يعتمد على التأثير الحراري للطيار المتردد في قياس الشدة يبقى جهاز اللي بيستخدم في قياس القيمة الفعلة للطيار المتردد اميتر حراري مش اميتر زو ملف متحرك تعالوا نشوف ايه هو الاميتر الحراري قلنا جهاز يستخدم لقياس ايه ده بيقس اي حاجة شدة الطيار المتردد او القيمة الفعلة للطيار المتردد وشدة الطيار المستمر طب ايه الفكرة العلمية بتاعته تأثير حراري يعني ايه يعتمد على التمدد الذي تحدثه الحرارة التي يولدها الطيار الكهرابي في سلك من سبيكة من الاريديام والبلاتين يعني الفكرة العلمية هنا التأثير الحراري للطيار الكهرابي زي ما احنا شايفين قدامنا بقى ميتر حراري بيعتمد على التأثير الحراري للطيار الكهرابي لما بيمر طيار في سلك ايريديام بلاتين يسخن يتمدد ثم يرتخي وبالتالي المؤشر اللي محطوط على سلك ايريديام البلاتين عند مرور الطيار الطرفين اللي قدامنا دول بنوصلهم بالمصدر لما بيمر طيار اللي بيحصل بيسخن سلك التسخين اللي هو ايريديام البلاتين لما بيسخن يتمدد وبالتالي يتحرك المؤشر امام التدريج بس هو تدريجه غير منتظم غير الجالفانومتر او الاميتر ذو الملف المتحرك بيبقى تدريجه منتظم يبقى فيما يستخدم بيئيس اي حاجة القيمة الفعالة لشدة الطيار المتردد وكذلك شدة الطيار المستمر بيئيس اللي اتنين لخنج الجالفانومتر شدة الطيار المستمر فقط اللي بيئيس ها ده اللي قدامنا نموذج لاميتر حراري بناخد بطارية والمصبح كهربي اسلاك توصيل لما بنوصل مع البطارية بيسخن السلك ويتمدد ويرتخي وبالتالي هيتحرك المؤشر على التدريج يبقى لما بنوصل هيبدأ يمر طيار وتتحول الطاقة الكهربية الى حرارة عند مرور الطيار لما بنقفل الدايرة بينحرف المؤشر مما يتركب قلنا بقى بيتركب من ايه شوف قدامك الرسم الرسم اللي قدامنا ده عندنا سلك من الإيريديام والبلاتين هنا مر طيار لانه ارتخى مننصه مجدود بخيط من الحرير متصل بزنبروك بنوصل سلك التسخين اللي هو إيريديام البلاتين بمجزق طيار يعني ر عشان عشان نوسع القراءة وعندنا تدريج غير متساوي غير منتظم يعني المسافات بين الأجزاء غير منتظمة سفر واحد اتنين تبدأ توسع المسافة تلاتة اربعة تزيد المسافة كلما اتجاهنا يمينا يبقى اللي احنا شفناه سلك رفيع مصنوع من سبيكة الإيريديام والبلاتين مجدودة بين المصمرين A و B زي ما احنا شايفين قدامنا يتصل السلك من نصه بطرف خط حرير خط الحرير بنلف ولفة واحدة بس على بقرة ملساء اللي احنا شفناها اس خط الحرير بنشده بواسطة زنبروك مسبت في الجدار ودايما هو مجدود الزنبروك او الملف اللولبي دايما مجدود عشان يشد خط الحرير يثبت على البقرة مؤشر يتحرك طرفه امام تدريج غير منتظم لقياس القيمة الفعالة للطيار المتردد او شدة الطيار المستمر بنوصل سلك الاريديم على التوازي الاريديم والبلاتين بمقاومة ر اس تستخدم كمجزء للطيار ما الفكرة العلمية لعمل الاميتر الحراري جاوب معايا كده ايوة قلنا ايه التأثير الحراري للطيار الكارابي لكن الجالفرامات فكر الفكرة العلمية او الاميتر ذو الملف المتحرك التأثير المغناطيسي للطيار الكارابي او عزم الازدواج المغناطيسي يبقى الاميتر الحراري تأثير حراري للطيار الكهرباء حيث يولد الطيار الكهرباء المتردد او المستمر عند مروره في السلك يعني مقاومة اومية كمية من الحرارة ده بيتوقف مقدارها على القيمة الفعالة للطيار المار تعالوا نشرع عمله زي ما قلت لكم من شوية يوصل الاميتر الحراري على التوالي بالدائرة المراد قياس شدة الطيار المتردد المار بها عند مرور الطيار في السلك اللي هيحصل تمام كده تتولد فيه كمية من الحرارة يسخن سلك التسخين اللي هو سبيكة الاريديام والبلاتين ويتمدد وبالتالي يرتخل اللي هيحصل للمؤشر والمعاية خط الحرير هيعمل ايه يشد السلك تدور البكرة ويتحرك المؤشر امام التدريج بناخد القراءة عند ثبات المؤشر طب امتى خد بالك من الكلام اللي هقوله امتى يثبت المؤشر على التدريج منت عندك حرارة مختسبة نتيجة لمرور طيار وحرارة مفقودة للهوى بالاشعاع يبقى عندما تتساوى كمية الحرارة المتولدة في السلك في زمن معين مع كمية الحرارة المفقودة منه في نفس الزمن يدل التدريجة الذي يثبت عنده طرف المؤشر على القيمة الفعالة للطيار المتردد او شدة الطيار المستمر عند قطع الطيارة عن الدايرة ايه اللي بيحصل للسلك هيبرد ينكمش يجذب خط الحرير وبالتالي يعود المؤشر الى سفر التدريج هل الاميتر الحراري له عيوب يتحرك مؤشره ببطء انستنى لما يسخن ويتمدد ثم يثبت حتى يثبت عند مرور طيار كهرابي فيه كما انه يعود الى السفرة ايضا ببطء انستنى لما يبرد عند قطع الطيار عنه يتأثر سلك الاريديم البلاتين بدرجة حرارة الجو ارتفاعا وانخفاضا السبب خطأ في دلالة الاميتر ده بنسميه الخطأ السفري في التدريج عشان نتغلب على هذه العيوب بنعمل ايه بنشد السلك سلك التسخين اللي هو ايريديم وبلاتين على لوحة من مادة لها نفس معامل تمدد السلك ونعزله عنها فعندما يتمدد السلك تتمدد اللوحة بنفس المقدار ويظل السلك مجدود عايزين نعمل معايرة للاميتر يعني نصحح التدريج ازاي عشان هعمل له معايرة الاميتر الحراري هنقرنه باميتر زملفه متحرك هوصلهم في دايرة مع بعض على التوالي ومرر فيهم طيار مستمر يبقى في الدايرة اللي قدامنا اميتر حراري واميتر زملف متحرك في بطارية مفتاع عشان نفتح ونقفل الدايرة ريوستات عشان نغير طيار الدايرة يبقى هنبدأ نمرر طيار ونشوف الاميتر زملف المتحرك قرأته ايه وندونها على الاميتر الحراري وهكذا نحرك الريوستات تتغير شدة الطيار ندون قراءة الاميتر زملف المتحرك على الاميتر الحراري فبنعمله اعادة تدريج ناخد بالنا السلك بتاع ايريديام البلاتين اللي احنا شدينه بينه المصمرين بناخده ليه من سبيكة الاريديام والبلاتين ده حساس للطيار ودرجة الحرارة حتى يسخن السلك ويتمدد بمقدار محسوس عند مرور الطيار يتمدد بسرعة وينكمش بسرعة تدريج الاميتر غير منتظم ركز معايا في الكلام اللي بنقوله دو لان في الحالة دي سؤال مهم جدا لازم ناخد بالنا بقى من 3 تدريجات في المنهج تدريج الجالفانومتر او الاميتر زي الملف المتحرك تدريج الاميتر تدريج الاميتر الحراري اللي احنا بندرسه دلوقت تدريجه غير متساوي ليه غير منتظم اقسامه ليست متساوية وبتزداد تساعا كلما زادت شدة الطيار طب لو قال لي عللها جاوب ازاي هي كمية الحرارة Q او الانرجي الطاقة الحرارية المتولدة في السلك تتناسب طردي مع مربع شدة الطيار I تربيع وليس I لان الطاقة الكاربية تتحول الى طاقة حرارية انرجي والانرجي هتبقى I تربيع بسبب R في T يبقى I تتناسب طردي مع I تربيع حط I بواحد تبقى I بواحد حط I باتنين تبقى I اربعة ما انت بتربع I حطها بتلاتة تبقى I تسعة وهكذا يزداد التدريج اتساعا كلما اتجهنا جهة اليمين لو ادينا امثلة لو زادت شدة الطيار الى الضعف زادت كمية الحرارة الى اربع امثالها يعني لو I بقت اتنين ال E او ال Q كمية الحرارة تصبح مربع I اربع امثالها يستطيع العميتر الحرارة قياس كل من الطيار المتردد والطيار المستمر تب لو قال فصر اذكر سبب علل هقوله ايه ليه بيقس الاتنين ليه بيقس طيار متردد وبيقس طيار مستمر غير جالفانومتر التأثير الحراري للطيار الكهرابي لا يعتمد على اتجاه الطيار يعني اذا كان الطيار مترد او مستمر بيديني طاقة حرارية ما احنا عرفنا قبل كده القيمة الفعلة للطيار المتردد يبقى التسخين لا يعتمد على اتجاه الطيار وبالتالي الاميتر الحراري يقيس كل من الطيار المتردد والطيار المستمر شفنا ابناء الاعزاء ان الاميتر الحراري يقيس كل من القيمة الفعلة للطيار متردد وشدة الطيار المستمر لماذا التسخين لا يعتمد على اتجاه الطيار طب لو جينا نشوف مقارنة بين الاميتر الحراري والاميتر ذو الملف المتحرك او الجالفانومتر طب انت هتقارن من حيث ايه من حيث الفكرة العلمية لكل من هما التدريج العيوب والمميزات تعالوا نشوف المقارنة المهمة دي وهتعجبك قوي لانها بتيجي دائما في الامتحان واخد بالك بالذات الفكرة العلمية للاتنين الفرق بين الفكرة العلمية للاميتر الحراري والاميتر ذو الملف المتحرك نعمل التأثير المغناطيسي للطيار الكهرابي وممكن تقول عزم الازدواج المغناطيسي فيما يستخدم كل منهما الأميتر الحراري يسل لتنين شدة الطيار المستمر والقيمة الفعالة للطيار المترد أما الأميتر ذو الملف المتحرك قياش شدة الطيار المستمر فقط وقلنا علل وعرفنا ليه التدريج ركز معاه في التدريج مهمة قوي متكرر في الامتحانات الأميتر الحراري غير منتظم طب لو قلتلك علل هتقول لي Q أو E الطاقة الحرارية تتناسب ترضي مع مربع شدة الطيار طب الأميتر ذو الملف المتحرك فاكر تدريجه صح منتظم طب ليه لو قلتلك علل هتقول I تتناسب ترضي مع C تأسيتها تدل على I زاوة الانحراف تدل على شدة الطيار التأسر بدرجة حرارة الجو الأميتر الحراري بيتأسر تتأسر خراءته بدرجة حرارة الجو لأنه بيعتمد على التأثير الحراري للطيار الكهرب أما الأميتر ذو الملف المتحرك لا تتأسر خراءته بدرجة حرارة الجو المؤشر الأميتر الحراري يتحرج مؤشره ببطء عند مرور أو انقطاع الطيار ليه؟ لأنه بيعتمد على التأثير الحراري للطيار الكهربية هنستنى لما السلك يتمدد ويرتاخي عند مرور الطيار يعني محتاج زمن أما الأميتر ذو الملف المتحرك مؤشره سريع يتحرك بصرع عند مرور أو انقطاع الطيار الكهرب طيب لو جالي سؤال وقال لي قارن بين الطيار المتردد والطيار المستمر نحن شفنا مميزات الطيار المتردد أقدر ببساطة دلوقتي أقارن بين الطيار المتردد والطيار المستمر إزاي بنحصل على الطيار المتردد؟ دينامو طيار متردد دينامو بسيط طيب الطيار المستمر بحصل عليه إزاي؟ بطارية أو دينامو طيار مستمر يعني دينامو طيار مستمر أو بطارية الأعمدة الكهربية أو المراكم دي كلها بطاريات ما هي خواص الطيار المتردد؟ متغير الشدة والاتجاه متغير الشدة كل ربع دورة والاتجاه كل نص دورة طيب الطيار المستمر هيبقى العكس الطيار المتردد يمكن نقله لمسافات بعيدة دون فقد يذكر في الطاقة عن طريق رفع جهده بمقدار كبير بالمحولات الطيار المتردد يمكن تحويله إلى طيار مستمر هشيل الحلقتين وبدلهم بنصفة الليستوانة المشتورة والمعزولة في الدينامو أما الطيار المستمر هيبقى عكسه ثابت الشدة وموحد للتجاه لا يمكن نقله لمسافات بعيدة ليه؟ بيحدث فقد كبير في الطاقة على شكل حرارة لا يمكن تحويله لطيار متردد أجهزة قياز شدته اللي بيقيس الطيار المستمر الأميتر الحراري الطيار المتردد اللي بيقيسه الأميتر الحراري لكن الأميتر الحراري بيقيس طيار متردد وطيار مستمر يبقى الطيار المستمر بقيسه بالأميتر الحراري والأميتر ذو الملف المتحرك الاستخدامات نحن قلنا في الطيار المتردد بيستخدم في إيه؟ والمستمر بيستخدم في إيه؟ الإضاءة التسخين كذلك الإضاءة التسخين والتحليل الكهرابي يبقى الطيار المتردد بيستخدم في الإضاءة والتسخين المستمر إضاءة تسخين تحليل كهرابي اطلاق بالكهرابي يستخدم أيضا في شحر المراكم الهون يا ابناء الأعزاء تنتهي حلقة اليوم شفنا إيه هو الطيار المتردد وجهاز البيقيس الطيار المتردد الأميتر الحراري إن شاء الله الحلقة القادمة هناخد دوائر الطيار المتردد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة